سنة عدت على الثورة برغم أو ينبغض النظر عن اختلافاتنا أو اكتفاقاتنا مع الثورة أساساً كفكرة أو اللي حصل أو الغلطات اللي حصلت فيها أو تأثيرها علينا الإيجابي والسلبي إلا إن في الآخر ماينفعش ننكر إن في حاجة مهمة جداً حصلت في مصر وعد عليها سنة و25 يناير اللي جاي منحتفل بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير والنهاردة وعلى مدى الأيام اللي جاي أكيد هنتكلم على الموضوع دوت بشكل مفصل مع مجموعة من أهم الضيوف والمؤرخين والمحلليين اللي يقدروا يقول لنا بالزبط إحنا رايحين فين وكنا فين وده المهم حيكون النهاردة معنا وبيتكلم على هذا الموضوع دكتور محمد الجوادي المؤرخ والمفكر السياسي صباح خير يا فبا صباح النور إحنا رايحين على فين أولاً كده والله إحنا رايحين على كل خير إن شاء الله طبعاً هنصحح أخطاء كتيرة حصلت الأخطاء كتيرة دي ما حصلتش من الثورة وإنما حصلت من استيعابنا لفكرة الثورة يعني إحنا الحقيقة كمجتمع لا يزال بحاجة إلى تجديد أفكاره لمعنى الثورة الثورة في جوهرها تعني التقدم تعني الاتجاه إلى المثل العليا تعني الحق والخير والجمال والصوار اللي هم افتدونا وضحوا من أجلنا واستشهدوا من أجل هذه القيم ينبغي لنا إن إحنا نقطو خطواتهم ونتمنى على الله سبحانه وتعالى إنه يرزقنا الشهادة من أجل بلدنا من أجل وطننا ومن أجل الديننا ومن أجل القيم اللي بندافع عنها ومن أجل الحفاظ على حقوقنا المكتسبة فراحين على فين يحددها مدى تمسكنا بروح الثورة إذا كان في ناس مش عايزة تتمسك بروح الثورة فهي تظن نفسها هتعيش والثورة هتموت أنا بقول لهم بمنتهى الأمانة وبمنتهى الحب والإشفاق إنه احرص على الموت تهب لك الحياة ولما كناش نحرص على الاستشهاد من أجل الثورة ومن أجل القيم الجميلة هنموت من أجل قيم زائلة وهيبقى مصرنا إن إحنا خسرنا الدنيا والآخرة طيب خديق يا فندي نتكلم على التاريخ للعام الأول من الثورة لو حارتك كده بتكتب كتابه وتقرخ للعام الأول هتقول إيه تبتزي منين العام الأول للثورة ما ابتداش من العام الأول للثورة ابتدى من ستين سنة قبلها أو من تسعة وخمسين سنة قبلها الشعب كان بيعيش حياة ليبرالية فيها حرية وفيها قيم جميلة قبل كده من سنة تسعتاشر لتنين وخمسين لأربعة وخمسين ثم بسبب ما سمي ثورة اتنين وخمسين ابتدى يفقد حاجات كتيرة كانت متاحة ليه صحيح حصل نوع من أنواع العدالة الاجتماعية حصل نوع من أنواع الإيهام ببعد قومي أو إيهام بدور إقليمي مهم كان موجودا قبل اتنين وخمسين بأكتر من وجوده بعد اتنين وخمسين لكنه قبل اتنين وخمسين كان يستنزف أو يأخذ زاده من أو يروى بين القوة النعمة بما بعد اتنين وخمسين أصبح يروى برصيد مصر من الدهب يعني بقينا نصرف عشان منظرنا ومظهرنا وصورتنا قدام العالم ودخلنا في حروب لم يكن لها داعي زي حرب اليمن وفي نزاعات لم يكن لنا داعي نحن نخش فيها سرعان محل سبعة وستين واستعدنا ثقاتنا في نفسنا في تلاتة وسبعين وابتلينا نصحح الأوضاع ثم ركننا إلى ما تم تحقيقه من تحت شعار الاستقرار كان هذا ينشئ عنه من المفترض أنه ينشئ عنه انطلاقة لكن اللي نشئ عنه استكانه واستماته في سبيل الحصول على ما تحقق أو بقاء الأمور على ما كانت عليه في الوقت الذي كانت في الوقت كان العالم يتطور التطور الرهيب اللي انت شايف حضرتك الوقت ان العالم كله في ايدك في الايباد انت الوقت العالم كله في ايدك بينما انت حكومة وجهاز إداري ما فيش في ايده رقم عن أي حاجة تحصل أزمة بنزين تحصل أزمة فوتا جاز تحصل أزمة الزلط تفاوت سرعات التفاوت السرعات الرهيب ده لدركة انه أزمة الأوتوستيراد اللي من يومين دي أزمة رمله زلط انه الناس كانوا بيأخذوا الرمل لوزارات من المحاجر فواحد عبقاري طلع في دماغه انه يأخذ منهم فلوس فبعد ما كانوا بيجيبوها من محاجر قريبة محاجر قريبة أخذوها رجال الأعمال هم بالوقت بيروح مشوار طويل يدفعوا كارتة الطريق وكمان واحد عبقاري وزير عبقاري جديد جاي عايز يأخذ منهم ربعمائة جنيه فالناس قطعوا الطريق فناس باتت في الأوتوستيراد من يومين ولم يعاقب هذا الوزير لم يعاقب هذا المسؤول ترجح تلقي العقابة على الشعب وتلوم الشعب يعني ناس تعمل ايه ناس عليها أقصات وناس عليها هي حلقة مفرغة زي ما بيقوله يعني السورة عظمتها انها تكسر الحلقة المفرغة عظمت السورة ان تكسر الحلقة المفرغة وتخليها خط مستقيم واي حلقة مفرغة اي اسورة زي ما بنقول انت لو مدتها عند الراجل السائق هتبقى طريق مستقيم فانت الشطارة بتاعت السياسي شطارة رئيس الوزراء انه يعيد صياغة الزهب يعني انا قدامي حلقة مفرغة اكسرها واخدها اسياحها وعمل منها من اول جديد طريق مستقيم من اسمها كتير جدا يا فندم وخصوصا خلال العام اللي فات على مصطلح اسمه بالزبط كده العدالة الانتقائية امرر هو يعني ايه العدالة الانتقائية وهل هي اتحققت قصر تأول سرب للصورة لا انت مش عايزها تتحقق ده هو المصطلح مقصود به ان مش عايزينها تتحقق انه ان انت تنتقي من تحكم عليه ومن تحوله يعني مثلا من المعروف انه فيه تلاتة من الوزراء السابقين اجمع الناس على فسادهم وصارت الرقبان بالحديث عن فسادهم كل واحد في المهن المتعلقة بهذه الوزرات عارف فساد هؤلاء حتى هذه اللحظة لم تطلهم يد القانون انا مش اقول اسميهم لان انا مش جاي حرد ومش جاي بلك بشكل عام بلاش ثلاثة ولا اربعة بلاش اربعة ولا اتنين لكن يعني انه يبقى فيه ناس في مواقع مسئولية كبيرة والناس كلها عارفين قد ايه اجرام عملوه في حق مصر قد ايه اجرام في ميزانية مصر قد ايه اجرام في هوية المصريين ورغم كده العدالة لم تصل اليهم فده بيصيب طواقف كتيرة جدا بالاحباط يعني هي العدالة على ناس وناس ذا اه هي العدالة الانتقائية فانت مش عايز العدالة الانتقائية اه اكيد احنا مش عايزينها اه لكن عايز العدالة طيب اذا كان فيها عدالة انتقالية احسن من ما فيش ده هنا جوهة يعني لا با هو فيه ناس يقولوا المساوئة اه لا يعني فيه ناس يقولوا لا ده ده طبعا بيؤدي الى ان العدالة اللي بتتم بتبقى انتقام العدالة انتقائية انتقامية تنتهي الى عدالة انتقامية اللي انت بتحبوش تنتقب منه لكن فيه ناس بتاخد الامور اكتر من كده انه فيه ناس من الفاسدين دول بيقول ده انا دفعت مئة مليون عشان محدش قرب مني ده انا رفعت زي حكاية انها تدفع دية ده كلام مطيف قبل بيتقلب طيب هو واحدة محتاجين ايه بعشان لحقق العدالة الانتقائية دي طبعا انه النيابة العامة تمارس دورها على مستوياتها المختلفة يعني ما يبقاش انه هذا الكم الكبير من القضايا موجود عند النيابة العامة انه الامور بس احنا عندنا مشكلة ان القضاء يعني اولا المحاكم متخمة بالزبط بالقضايا ده غير اصلا المحاكمات ده غير يعني انا عايز اقولك للك الورادي بتعطل قبل كده بقى اتعطل زيادة دلوقت بالزبط انا عايز اقولك انه طبعا انا اتكلمت في الموضوع ده كتير انا ديك نموذك واحد بس هو القاضي اللي بيحكم في قضية الرئيس مبارك دي قضية الاشهر ده راجل برئيس ده راجئ يعني دركته في انه رئيس استئناف رئيس محكمة استئناف في محكمة استئناف القاهرة يعني هو مش رئيس استئناف القاهرة اللي هو رئيس استئناف القاهرة هو المستشار عام عز لكن المستشار اللي بيحكم في قضية الرئيس احمد رفعت بدرجة رئيس استئناف تخيل وفي سن السبعين هذا رئيس الاستئناف العظيم اللي عنده قضية زي دي مالوش مكتب يعني شوف قد ايه انت ما عندكش امكانيات لوجستية فبيضطر انه ياخد الورق معاه البيت يذاكر في البيت عايز يكت المذكرة لازم يعقل في البيت في مكتبه مفيش مكتب يعقل على ترابيس الصفرة مفيش ترابيس الصفرة يصرف نفسه مفيش حاجة في الدنيا كده يعني لا بد ان يبه فيه اه تخيل فما بلك بقى اللي عنده الفين قضية في الرول وقل ميت قضية في الرول والنوك كم مفيش حتى المكان فدي هنا يحدث نوع من انواع العدلة الانتقائية الاجبارية هياخد اللي في اول الكاشف يعني وحنا كده بنقيس بقاض ايا كانت طبعا درجته او اهميته انا احكي لك قاضي في قضية في محكمة اه في موضوع اه نتكلم بقى على كل الاضاعة التي قدبت للنائب العام اه زمان ايام الفقر الفقر المدقع يعني كان بيجي الوحدات الصحية في مصر او يعني الدكتور اللي هيروح يجعالك في ريف او في منطقة نائية وكده يدوله اكتر الامراض خطورة يعني مثلا القرية دي فيها رمض صديد كتير او رمض حبيب كتير او كلام من ده يدلوا اطرة من الاطرة اللي ما تتكلفش حاجة دي والناس عندهم صدرهم تعبان برضو يدلوا قرية جنب مصنع فيه غزات فالغزات بتأثر على اين وعلى صدر فيدلوا اطرة ومزيق صدري وورا قد مش هيكش فالحاجة هو الطبور يقف قدامه فالدكتور قدامه الطبور واقف مية وخمسين فلاح بسيط وبتاعه كلام من ده فيكتب له مزيق صدري اللي بعده يدلوا اطرة يدلوا مزيق صدري اطرة هو يعطينه كده لغاية ما يخلص الطبور وخلاص فوقعدين واحد من العيانين قال له انت يا دكتور كتبتلي مزيق صدري دعنايا اللي بتبجعني قال له بسيطة بدل مع الوراك بدل مع الوراك وهذا اللي احنا فيه درواسك فانت الوقتي العدالة الانتقالية هتقودك بعد شوية ان بدل مع الوراك مرة تدي ايه لا با هو يعني احنا منتكلم ده احنا ممكن دخلنا بالتفاصيل في الشق ده بس ده من ضمن المشاكل اه لا وبعدين كمان مهو ده مهم وما عندنا احنا فعلا عندنا اوجه كتيرة او زي ما بيقوله ايه قطاعات كتيرة جدا في البلد او في المجتمع محتاجة مش تطهير حتى تطهير ده احنا عدنا محتاجة اعادة من الاول جديد هيكلة اصلا انا تعودت ان انا تنميز شاطر فانا بجاوب على قد السؤال عشان تديني درجة كويسة ميش فهو انت سألت عن دي فانا اتكلمت عنها طبعا حضرتك من حقك ان انت تمتد بدا للحاجات التانية طبعا حضرت وحاول على بصلاح تاني ايه بس ما تتغرش اوي لا مش بتغرر بس في البتداد التاني عندك الثورة كشفة ده برضو مصطلح تاني اه طبعا اللي هي كشفت عن الفساد مفروض وكشفت عن مشاكل كتيرة اوي طبعا في القانون احنا عندنا القانون نقول عنه قرار منشئ وقرار كاشف قرار منشئ له وانشئ الوضع الجريد لكن لازم يطلع قرار كاشف زي قرار مختوم اللي تروح تتعمل به فالثورة دي بما بلورته من تغيير تغيير القليل اللي عملته في تغييرات كتيرة لسه ما تمتش كشفت يعني ان انت بتشيل فلان وبتحطه فلان بتكشف عن فساد فلان بتزجن فلان بتكشف عن فلان بتحكم على فلان يعني لا تستطيع الوقت ان انت تنجي يوسف بطرس غالي بعد الاحكام الكتير اللي خدها ان بقى فيه طريقة تانية ان نقعد نجزب ونقول ان احنا ده احنا قولنا لبريطانيا وما قولناش لبريطانيا لا يعني ده قاضح وضوح الشمس وانه خد احكام وكده ان انت عايز تنقذ يوسف بطرس من هذه الاحكام وتسيبوا اللي هو تعبير البلد بتاع الناس اللي قولك سايبوا يبارطع في بريطانيا بتكشف بقى نفسك يعني اذا انت كده يبقى فيه هنا ساعة الجد بقى هتقول انا عايز السفير المصري في بريطانيا اجيبه حكمه عايز الناس اللي في السفارة المصرية في بريطانيا كل دول اللي عارفين ان ده الراجل ده عمال كاوبة عايز اجيب الوحدة الانتربول المصري في الانتربول الدولي يعني هي مش كشفة بمنطق ان هي كشفت عن الفساد لا هي كشفة بمنطق ان هي ايوة سلسلة زلت تكشف يعني زي الضوء انت بتدور به على المفتاح لكن ممكن تلاقي جنيه واقع منك على الارض ده الكشاف لما تبسك الكشاف الزغير ده ولذلك حتى كانوا زمان من ضمن التعبيرات الجميلة احنا في علم اللغة لازم نشوف الالفظ وتطورها والمعاني وتطورها كان زمان بعض الناس الفلاحين يقولوا على الكشف ده الفتاش لانه بيفتش به فانت الوقت الفتاش ده زي الثورة بتاريت بها تفتش او كانت فتاش فاصبحت كشف فكشفت لك حاجة تانية بالمرة او مثلا كشفت لك ان فيه ثقب في الجدار بييجي منه او ثقب واسع بييجي منه القوارض الفران والحاجات اللي زي دي فانت بتبتدي الثورة ما تعرفش ان هي هتكشف لك تكل فيه حاجات كتيرة وكانت مستخبية كشفت بالصورة زي بالظبط اللي يقولك انا حوضر الشقة فيفتح حيكة في الحيطة فياقي الحيطة اصلا تحتها الارض مش عارف ايه وياقي نفسه فاكي يقولك لو كنتش عارف تعمل عمرة طيب عيش حرية عدالة اجتماعية هي دي الاهداف على قلق العامة للثورة هل الاهداف تحققت في اول سنة؟ لا لغاية الوقت دسه لانه الحكومات التلاتة اللي جات او ناس الرؤساء الوزارة التلاتة اللي يقوم ما عندهمش الوعي بالفكرة دي يعني ما زال مثلا الدكتور الجنزوري متصور انه القضية نفس المشاكل بتاعت سنة 97 ما حصلوش تطوير لأفكاره تجاه مش عارف ان الدنيا مشت يعني تقوله ده القطر وصل الاسكندرية يقولك يتكلمك على ان مثلا احنا لسه وقفين في قليوب يا سيدي ده هو خلاص القطر وصل الاسكندرية ده الدنيا تطور هل ده عيب المتلقي ولا عيب اللي بيوصل للرسالة يعني فيه عدم شفافية او سرعة في الاداء في توصيل الرسالة او المعلومة من من هم حول صانع القرار لا ما هو الشطنف صانع القرار خلي بالك انا في كل احاديثي ليه خط مختلف تماما يعني الناس كتير تلقي باللوم على المجلس الاسكري وانا بلقي باللوم على الوزراء لانه في القانون وفي الدستور وفي نظام الدولة المسئول هو الوزراء يعني انا ما عنديش ادنى تعليق على مسئولية المجلس الاسكري لانه فيه وزراء ومسئولية عنه فانت كوزير او كرئيس وزارة لازم تكون محيط بالمشاكل ما تقدرش تقول اصد تحليل جالي غلط يعني انا كاستاذ قلب ما اقدرش اعتمد على تحليل فاسد من معمل انا عارف انه بيجيب لي نتائج خطأ ما اقدرش اسمع كلام العامل ده انا اللي لازم اكشف بنفسي ده انا اللي لازم اقرر بنفسي فكذلك رئيس الوزارة تقولي ده ابدأ عايز وقت وكلام من ده ما هنا المهارات بقى اللي هو يلقط ان انا اقدر اخلص المئة عيان في ساعة او خلصهم في نصف ساعة او اخدر في عيان الواحد ساعتين فانت لما بيبقى عندك مهارات السرعة في تشخيص الامور وفي علاج الامور وفي اتخاذ القرارات بترتفع قد لا تكون انت اعلى من ناس لكن اللي بيخليك رئيس الوزارة من وسط التلاتين وزير ان انت اسرعهم في القرار فانت هتستطيع ان انت تستوعب التلاتين وزارة وقرارات التلاتين وزارة بقدراتك في مهاراتك لكن قد لا تكون انت احسنهم في وزارتك يبقى السرعة ممكن تكون ما حاعدتش اهدافها ومن ضمن هايزه اسباب عدم تحقيق هذه الاهداف هي عدم حنقول ايه ايه التحقيق يعني تنفيذ فالتنفيذ منوط بالسلطة التنفيذية فالسلطة التنفيذية غير قادرة على تفاهم اهداف الزورة ولا على قليتها طب هو الحل في تغيير السلطة التنفيذية اه طبعا طب احنا غيرنا مراتين تلاتة ما انا بقولك للأسف ان التلاتة ولذلك ما انا قدركش لا موجود موجود هو سأل وميقعد وميقعد موجود وبقى يعرضوا لوزارات على وزارة يقولك مش عايزين ايوة ما هو لانه مقدر يعني انا مقدرش اشتغل في المناخ ده يعني ما تحطنيش ان انت ما تحطنيش في الكورنر انا فاهم طبعا سؤالك ومش عايزك تحطني في الكورنر لان انا مقدرش اشتغل في المناخ ده ان انا مقدرش ااخد من رئيس الوزارة ده اللي مطلوب مني للناس الجماهير دي يعني انا عارف ان الجماهير عايزة كذا وان انا اما اروح لرئيس الوزارة هيقول لي نحك عليهم وبتاعه انا ورانا خلينا بعدين انا مش عارف ايه وبتاعه فانت لما تكون بتطلب مني ان انا اكون هذه الحلقة المتوسطة وانا ارفض هذه الناحية اللي هي التنفيذية السلطة التنفيذية وده مش هيتحقق غير لما السلطة او النظام العام للبلد يستقر ويكون فيه نظام موحد نمشي عليه هل ده اللي احنا مرسل لا العكس يعني الكلام حضرتك صح النص الاولاني انه فيه عكس في السلطة التنفيذية لكن مش ده اللي هيستنى لما النظام البلد ده هو ده اللي هيخلق النظام العام يعني انت لما السلطة التنفيذية زي تنفس كويس الناس يتخلق عندها شعور بالنظام العام وأنه هو عايز دل أنه هو دل أنجز ايه تاني يفعل بغير صوت التنفيذية في مشاكل قدت لعدم تحقيق أو معظم أحداث الثورة إلى الآن النخبة في ناس في النخبة تعودت أنها تكون صدى للنظام وتتكلم في الوسائل الإعلام بما يريد النظام بما يريد النظام يعني هي موظفة للنظام بتعلي من قيمة النظام في حد ذاته حتى مهما اختلفت الأشخاص حتى أنها ممكن تتخلى عن مبادئها يعني تلاقي شيوعي بيتخلى عن مبادئه إسلامي بيتخلى عن مبادئه ليبرالي بيتخلى عن ليبرالي من أجل النظام وهو يجد دائما العذر والتبرير لما يقوله الرئيس ودول بقى طبعا ودولة ما فيش رئيس منا جايلك هو ودول عندنا مثلا الناس كانوا بتشغلوا للقذافي الناس بتشغلوا للصدام وناس بتشغلوا للنظام الأسد وناس بتشغلوا للأنظمة كتيرة الأنظمة دي سقطت وفلولها تجمعت في مصر فالفلول اللي في مصر مش بس فلول النظام السابق وإنما عندنا كمان فلول القزافي وفلول صدام وفلول الأسد فالفلول دي كلها مجتمعة ولدرجة أن فيهم ناس مستعدين أن هم يعني يعني التعبير قاسي لكن يعني استخدموا أديب زمان أنه يعني عشان يطبل ممكن ياخد جلد بطن والدته يطبل عليه للنظام يعني شوف قد إيه يعني يتخذون من جلود بطون أمهاتهم أداة إقاع عشان يطبلوا عليها للنظام الغريب بقى الغريب بقى أنه حتى في الموسيقى في علم الموسيقى نفسه إحنا بنسمى اللي بيطبل ده بنسميه إيه ضابط إقاع فده ضابط إقاع أن النخبة لما تشتغل ضابط إقاع بهذه الطريقة يعني تاخد الكلام البسيط اللي بيقوله رأس النظام أي رأس النظام سوى رئيس ملك ديكتاتور مجلس أي حاج وتاخده وتعزف عليه بطريق الضبط الإقاع دي يصور للناس أن أنت بتسمع قطعة موسيقية يصور للناس أن أنت بتسمع سيمفونية يصور للناس أن دي أوركسترة فده الدور السيء اللي قامت به عناصر كتير من النخبة أعتز بيهم وأعتز بصداقتهم على المستوى الشخصي لكن أرى أنهم أزوا الثورة وآزوا الشعب وآزوا أنفسهم وآزوا المجلس العسكري وآزوا مجالس الوزراء التلاتة اللي شهدتها مصر طيلة هذا العام طيب حكي معنا أسرنا كتير الحقيقة بس أنا راح أضطر أخطب سؤال واحد للوقت يعني وسؤال مهم جدا لأن حررتك عضو في المجمع العلمي يعني حرقة في حتات مجلس الوزراء عايزة عارف من حررتك أو تطمنها على أعادة الترميم وهذا المشروع ويسمعنا أن أمير الدوحى هو اللي حيعمل القصة دي يعني إيه الدنيا ماشي إزاي شوف هو الشرقة الشرقة شوف هو أنا يعني أول واحد يعني لدرجة أننا في اليوم الحريقة كلمت أربعين مرة أنا متألم وبكيت كثير واختنقت كثير في الشاشات وفي الإزاعات وكل حاجة وما زلت مختنق أنه متأسف لكن اللي أنا أحب أقوله للناس كلها أنه مش المجمع العلمي اللي اتحرق مكتبة المجمع العلمي المجمع العلمي الحمد لله كلنا سلام وكلنا موجودين والكهان نفسه موجود والكهان لم يصبه لكن اللي أحرق أو اللي حصل له الحريق المكتبة شأن شأن أي حريق يحدث أنا مش بأقلم من الحريق لكن يعني أفرض أنه كان حصل ماس كهربائي وحصلت الحريق ماس كهربائي ما يبقاش هو الثورة وما يبقاش هو البلطاجية برضو برضو أنا مش لا بدافع عن الثورة ولا بدافع عن البلطاجية يعني كل شيء يوضع فيه الحريق شيء من الطوارئ اللي احنا بنعمل ضدها تأمين وإلى ما كانتش شركات التأمين توجدت واللي بنعمل لها إدارات مطافق والرفاع مدني وإلى ما كانش المطافق يعني مش كل حاجة نسبها تتحرق طبعا إحنا بلغنا مبكرا جدا بحكاية الحريق وتكلمنا في الزعات فيه تواطق طبعا من أجهزة الدولة ما فيه شك أصدا اللي خلق المشكلة وإن يبقى فيه توطر في دي تصميم الدكتور الجنزوري على أنه يبقى رئيس وزارة يا سيدي خلاص ما أنت بقيت رئيس وزارة قبل كده وكونك تكلفت مرة تانية فأنت نلت التشريف ليه مصمم وإن أنت لازم تخش مكتبك والكلام ده وفي النهاية ما دخلش مكتبه خلي بالك يعني برضو ضحيت تم التضحية بشهداء وفي محمد معمود وفي مجلس الجعب وسقط عصام شرف وسقط الجنزوري وسأسقط أنا أيضا يعني أنا مش طبعا ما يكونوا يسقط حان أفضل ميل يفضل الروح يفضل الروح روح مصري لا تضيع فلازم نبقى عارفين أيوة لازم نبقى عارف أن الباقي هو الروح مش أنا يعني ما تدورش على بس أم بدون مش دفاعا برضو بس أم بدون تاريخ وبدون الأم اللي ما تحفظش على تاريخها ما تستهلوش ببساطة أيوة طبعا وحد الشباب بنقول كده يعني أيوة أنا ما قلتش أنا مش معارض ده لكن أنا أعارض أنه حد يطلع يقول أنه المجمع أهم من أرواح الناس لا ما حدش قال كده ده كان كمان يعني أه بس ألا قصد قول ده كان يعني تجاوزات احتراء المجمع فأنا الحقيقة عشان يبقى ضميري صاحي زي ما كنت أنا المختنق عشان المجمع لكن لا يصل اختناقي إلى أن أقول أن المجمع أهم من الناس هاي رايح لفين برضو إحنا ترميم وصل لفين لا نجعلها ماشي كويس ماشي كويس يعني هل في مثلا بدأ في العمل طب هل في تجميع نحن نكمل نكمل المجموعات التي يمكن استكمالها في مكتب اسكندرية أجزاء وفي برضو في مكتب هنحاول أن نحن يكتمل هذه المكتبة العظيمة وهذا المجمع العظيم سيبقى لأنه بقي قبل ذلك وما فيش حاجة في مصر أكيد في جنوى الزمن يا فندم لده آه طبعا في ممكن تعلننا عن أي يعني أنا أحكي لك أنه على سبيل المثال أنه رغم أنه أنه ده من باب اللياقة لا يجوز أنه بعد وفاة أستاذنا الدكتور محمود حافظ في نفس يوم وفاته اجتمع ويختار نائب الرئيس اللي هو الدكتور إبراهيم بدران يبقى رئيس المجمع ليه؟ عشان يبقى الكيان موجود ما يبقاش أنه ده أصل الرئيس يعني أدي إيه المسارعة يعني فيه اهتمام وفيه احنا آه طبعا الاجتماعات لم تنقطع التمويل نوقشها ودورسها كل حاجة المهمة بقى التنفيذ لا لا مشيه في التنفيذ طيب أوكي احنا كان نفسنا بحيك أكثر كده وقراء حياتك يعني مهمة واعتقد أن مطلوب أنا مواجب جدا بأسئلتك ومواجب جدا بحيويتك يعني مستفى أنه جدا من ذوق حررتك دكتور محابد الجوادي المؤرخ والمفاكر السياسي بمشكرك شكرا جزيلا وحنشوف إيه اللي حيحصل في السنة التانية أو العام التاني من الثورة يا رب مشاهدين هنروح لفاصل ونرجع تاني مع الاحتفال أيضا بالثورة لأن فيه احتفال فيه شكل احتفالي هنعرف عنه أكتر بعد الفاصل